بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن الوصول لموارد الشبكة Network Resource Access Network Resource Access أو الوصول إلى موارد الشبكة بشكل عام يوجد لدينا نوعين من نماذج الوصول إلى الموارد الخاصة بالشبكة وهما عندي النموذج الأول اللي هو الBeer to Beer وعندي Client Surfer ومن المهم اختيار النموذج المناسب من كل النموذجين للشبكة ولكي نحدد النموذج الذي سوف يتم اختياره فيجب عندها التفكير في الأسئلة التالية ما هو حجم المنظمة؟ ما هو مقدار الحماية الذي تتطلبه الشركة؟ ما هي البرمجيات أو الماديات التي تتطلبه المساطر؟ كم تحتاج الإدارة؟ وكم ستكون التكلفة؟ وهل سوف تلبي هذه الموارد احتياجة المنظمة اليوم وفي المستقبل؟ هل سوف تحتاج إلى تدريب إضافي؟ التخطيط قبل تنفيذ الشبكة؟ وذلك لضمان أن التصميم الذي سوف يتم اختياره من النوعين سواء البرتو بير أو الكلينت سيرفر رح يكون فعال ليس فقط حاليا وإنما حتى في المستقبل بحيث سيؤدي للتصميم الأفضل للشبكة بأقل قدر من النفاقات الإدارية الإجابة على الأسئلة السابقة سوف تحدد النموذج الذي سوف تحتاجه أو تحتاج إلى استخدامه لكي يتم الوصول إلى الموارد الموجودة في داخل الشبكة نبدأ مع نموذج البرتو بير نتوركس أو شبكات النيت للنيت الكمبيوترات في هذا النموذج تعمل كمزود للخدمات وأيضا تطلب الخدمات ويشار إليها بير تو بير بمصطلح آخر أيضا يشار إليه اللي هي الورك جروبز أو مجموعات العمل في هذا النموذج لا توجد إدارة أو رقابة مركزية وكل وورك ستيشن أو كل جهاز كمبيوتر خاص بكل مستخدم رح يتم إدارته بشكل مستقل عدم وجود إدارة مركزية يجعل من الصعب إدارة الشبكة وكذلك عدم وجود إدارة مركزية لا يجعل مستوى الحماية في الشبكة عالي وذلك لأن كل وورك ستيشن وكل سيرفر سوف يعمل بشكل مستقل فهنا لن يكون من السهل تحديد مواقع الموارد وددينا هنا صورة كمثال على شبكة بسيطة للبير تو بير فعندنا هنا جهازين كمبيوتر إحداهما خلينا نفترض أنه هو الجهاز الرقم اثنين وهنا عندي الجهاز الرقم واحد الجهاز الرقم اثنين متصل بجهاز الطابعة وبالتالي هو يعمل كبرينتر سيرفر أو مزود خدمة الطباعة طبعا يعتبر برينتر سيرفر لمين للجهاز الرقم واحد بحيث الجهاز الرقم واحد لما يريد أن يستخدم الطابعة بيتصل به الجهاز الرقم اثنين والجهاز الرقم اثنين يحول المستندات المراد طباعتها إلى الطابعة البير تو بير يمتلك مميزات وفي نفس الوقت أيضا يمتلك عيوب نبدأ بالمميزات وهي تتمثل في التالي أول شيء تكلفتها المادية أقل من النموذج الثاني اللي هو الكلينت انت سيرفر موديل وذلك كونه لا يحتاج إلى أجهزة سيرفرات ذات مواصفات عالية كون موارد الشبكة وإدارات رح تكون متوزعة على مجموعة من الأجهزة إن لم يكن كلها كذلك من ناحية البرمجيات سوف تكون أقل في التكلفة كوننا لن نحتاج إلى أنظمة تشغيل السيرفرات واللي هي طبعا تكون غالية في السعر كذلك عندي النقطة الثانية إنشاء الشبكة وإعدادها هو أسهل بكثير مقارنة بيء الكلينت انت سيرفر موديل أما العيب الرئيسي في هذا النموذج هو عدم وجود الإدارة المركزية وهذا يجعل عملية الإدارة الشبكة صعبة على الدعم الفني وكذلك على مسؤولي الشبكة فمثلا لو كان هناك إعداد موحد على الأجهزة فعلى الأدمن أو مسؤول الشبكة أن يقوم بالذهاب إلى كل جهاز من الأجهزة الموجودة في الشبكة وتنفيذ هذا الإعداد فلو كان لدينا مثلا عشر أجهزة فعندها الإعداد الذي سيتم على الأجهزة سيتم عشر مرات مرة على مستوى كل جهاز كذلك عدم وجود مركزية لإدارة الشبكة يجعل الحفاظ على أمن الشبكة أصعب على مسؤول الشبكة كذلك عدم وجود مركزية للموارد وتوزيعها فيما بين مجموعة من الأجهزة تصبح عملية إدارة هذه الموارد أصعب مقارنة تنبيه النموذج Client & Surfer لذلك ينصح أن لا يزيد عدد الأجهزة عن عشرة أجهزة لأن أكثر من ذلك سوف يتسبب في زيادة الضغط من ناحية إدارة الشبكة أكثر من عشرة أجهزة عندها ينصح بتطبيق نموذج Client & Surfer المستخدمين للأجهزة في نموذج الـ Peer-to-Peer Model يحتاج إلى أن يكونوا على دراية وتدريب بقدر أكبر من المستخدمين الموجودين على نموذج Client & Surfer المستخدمين غالباً سيكونوا مستخدمين ولديهم صلاحيات بدرجة مسؤول النظام كذلك قد يقوم الشخص بالتغيير على الملفات أو حذفها دون أن يلاحظ مهندس الشبكة وذلك بسبب انعدام الرقابة المركزية للشبكة كذلك حتى عندي عملية مثلاً الـ Backup لو أنا بأخذ نسخة احتياطية فرح تضطر أنك تذهب إلى كل جهاز على حدة فبالتالي عملية إدارة الشبكة رح تكون عملية صعبة بشكل عام في نموذج الـ Peer-to-Peer سؤال هل هذا النموذج يلبي احتياجات الموقع الآن وفي المستقبل الجواب أن النموذج الـ Peer-to-Peer هو خيار صحيح عندما يكون الموقع صغير ومن غير المتوقع أن ينمو في المستقبل ودرجة الحماية ليست ذات أولوية ولكن إذا كان الموقع يحتوي على عدد أجهزة أكثر من عشرة أجهزة أو من المتوقع أن ينمو وذلك بزيادة المستخدمين وعدد الأجهزة أو كانت الأولوية لدرجة الحماية هي عالية عندها لن يكون هذا النموذج هو الخيار المناسب Client Surfer Resource Model أو نموذج المصاطر الشبكة الخاصة بالعميل والخادم أو الموارد نموذج Client & Surfer وتعرف أيضا ب Surfer Based Model ويطلق عليه أيضا دومين نتورك أو شبكة المجال هذا النموذج هو أفضل من نموذج الBear-to-Bear للشبكات الكبيرة وهي أي شبكة أكثر من عشرة أجهزة كمبيوتر عندها نطبق نموذج Client & Surfer وكذلك لما نحتاج إلى تطبيق بيئة أمنية أعلى وكذلك تحكم مركزي بحيث شبكة Client & Surfer قد تحتوي على سيرفر واحد أو أكثر من سيرفر وهذه السيرفرات قد تكون مخصصة أو غير مخصصة حيث يتم من خلال السيرفر يتم تنفيذ الوظائف الإدارية ومشاركة الموارد حيث سيمثل نقطة مركزية تجعل من السهل مشاركة الموارد وكذلك إجراء عمليات النسخة الاحتياطي دعم عدد كبير من المستخدمين تقريبا عدد غير محدود كذلك يوفر نموذج Client & Surfer مستوى وترجع من الأمان بشكل أفضل ولكن مع ذلك سوف نحتاج إلى أن يكون السيرفر ذات مواصفات هاردوير عالية أعلى من الموجودة في الورك ستيشن الموجودة على الشبكة لماذا؟ لأنه سيقدم خدمة لعدد كبير من الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة فلابد أن يكون مواصفاته أعلى منها لكي يستجيب لهذه الأجهزة ويستطيع أن يقدم الخدمات لها نموذج البرتو بير الأجهزة بما أنه طبعا أنه كل الخدمات كانت متوزعة على الأجهزة الموجودة في البرتو بير فبالتالي كان من الطبيعي أنه تكون مواصفات الأجهزة عادية لأنه عندك الخدمات متوزعة على الأجهزة كلها الموجودة في الشبكة أما الخدمات لما أما في الكلينت عند السيرفر الخدمات راح تكون فقط محدودة عند السيرفرات وعندها وبالتالي يجب أن تكون مواصفات هذه السيرفرات عالية أعلى من الورك ستيشن العادية الموجودة عندي في داخل الشبكة كذلك السيرفر يحتاج إلى نظام تشغيل خاص بالسيرفرات والسيرفر كهاردوير وكنظام تشغيل هو ذات تكلفة عالية وسبب رئيسي لزيادة التكلفة المادية لبناء شبكة الكلينت انت سيرفر في شبكة الكلينت انت سيرفر يتم إنشاء دومين مجال وهو إعداد برمجي وهو عبارة عن اسم للشبكة بحيث سوف يتم ضم جميع الأجهزة في الشبكة في داخل هذا الدومين والدومين يتم إنشاؤه من خلال سيرفر يطلق عليه الدومين كنترولر سيرفر سيرفر التحكم بالمجال حيث بعد إنشاء الدومين راح يتم بعد ذلك ضم أجهزة الورك ستيشن إلى داخل هذا الدومين ولكي يتحقق ذلك فيجب أن تكون الورك ستيشن قادر للوصول إلى الدومين كنترولر سيرفر كذلك يجب أن يتم إدخال الاثنتوكيشن أو المساطقة الخاصة بحساب مسؤول الشبكة الخاص بالنتورك عندها سوف يتم إرسال طلب الانضمام إلى هذا الدومين إلى الدومين كنترولر سيرفر والذي إذا تحقق من صحة الدومين وكذلك الاد من أثنتوكيشن أو عملية المساطقة وهي اليوزر نيم والباسورد الخاصة بمسؤول الشبكة عندها سوف يتم قبول انضمام الجهاز إلى الدومين مايكروسوفت بتستخدم مصطلح الدومين كنترولر بينما أنظمة التشغيل للسيرفرات الخاصة بالشركات البرمجية الأخرى قد تستخدم مصطلحات أخرى خاصة أو للإشارة إلى الدومين كنترولر سيرفر ببساطة الدومين كنترولر سيرفر هو السيرفر يكون مسؤول عن إدارة الشبكة التي تتبع نظام الكلينت اند سيرفر طبعا رح نقوم في داخل الدومين كنترولر سيرفر بإنشاء حسابات المستخدمين بينما في البر تو بير موديل أو نموذج البر النيت للنيت فنقوم بإنشاء حساب المستخدمين على كل كمبيوتر بشكل مستقل وطبعا لو كنا نريد جعل المستخدمين متنقلين فيما بين الأجهزة فالعملية سوف تكون صعبة لأن لازم أقوم بعمل فتح حساب لكل مستخدم على كل جهاز بشكل منفصل وكل ما زر عدد الأجهزة والعدد المستخدمين كان ذلك صعب ولكن وكذلك حتى لو عندي تعديلات زي مثلا نغير الباسورد أيضا رح تكون العملية صعبة بينما مع الدومين كنترولر سيرفر فسيتم إنشاء الحسابات مرة واحدة وأي تعديل على الحسابات سوف يتم مرة واحدة فقط ومن الممكن أن يتم إنشاء حساب مستخدم مثل أحمد مثلا وننشئ مرة واحدة على الدومين كنترولر سيرفر ونستطيع جعل أحمد بعد ذلك قادر على أن يدخل بحسابه على أي جهاز في داخل الدومين أو نستطيع أن نحدد له جهاز معين أو جهازين فقط ومنعه من الاتصال ببقية الأجهزة يعتبر نموذج الكلايندينت سيرفر هو النموذج المطلوب للشركات التي تنمو بشكل مستمر أو للشركة التي تزيد أجهزتها عن عشرة أجهزة أو للشبكة التي تحتاج إلى أمن مركزي وبالتالي أنه يقدم مستوى أمن أعلى من اللي يقدمه البر تو بير كذلك يقدم نموذج الكلايندينت سيرفر بيقدم المرونة لإضافة المزيد من الموارد والعملاء اللي هم مستخدمي الشبكة كذلك تقدم سهولة أكثر في عملية إدارة الشبكة ومراقبتها صحيح أن التكاليف سوف تكون أكثر ولكن مع الإدارة المركزية سوف تستهلك الموارد وقت أقل وكذلك وقت المسؤولي الشبكة سيكون أقل وبالتالي عددهم سوف يكون أقل كذلك لا يتطلب من المستخدمين أن يكونوا ذات تدريب عالي وتعامل مع الشبكة من المهم أنه عند إنشاء الشبكة أن تأخذ وقتك في التخطيط لشبكة تلبي حاجة الشركة الحالية والمستقبلية لأن الخطأ في التقدير قد يؤدي لاحقا أن نحن نؤدي إلى تصحيحه وتصحيحه هذا سيستهلك وقت وتكلفة أكثر مما لو كنا تجنبنا في بداية التخطيط لدينا مثال على الصورة التالية عبارة عن مثال عن أو نموذج المصادر الخاصة بالكلاينت والسيرفر أو العميل والخادم خلينا نفترض أنه عندي هذا السيرفر طبعا السيرفر قد يكون مخصص أو غير مخصص مخصص يعني الخدمة واحدة وقد يكون غير مخصص يعني يقدم أكثر من خدمة خلينا نفترض أنه هو بيقدم خدمة الطاطعة كونه متصل فيها فبالتالي هو برينتر سيرفر وكذلك هو دومين كونتولورار يعني متحكم بالشبكة الآن أي جهاز يريد الاتصال بالبرينتر رح يرسل المستندات اللي يريد طباعتها إلى السيرفر والسيرفر يقوم بإرسال هذه المستندات إلى البرينتر ليتم طباعتها من خلال السيرفر أنا استطيع أتحكم بالطبع يعني أنا ممكن أحدد المستخدمين المسموح لهم بالطباعة والمستخدمين الغير مسموح لهم بالطباعة كمان أنا ممكن أحدد لكل مستخدم مثلا كمية ورق معينة مسموح له أنه يطبحها مثلا مستخدم مسموح له أنه 10 ورق أكثر من 10 ورق لا يتم الطباعة مستخدم آخر 50 وهكذا حسب حاجة كل موظف للطباعة في داخل العمل كذلك أنا ممكن أعمل أولوية بحيث لو هناك مثلا طابور لعمل أكثر من طلب في داخل البرينتر ليتم طباعتها ممكن أنا أعمل بريوريتي بحيث مستخدم معين ممكن يكون المدير مثلا إذا أصدر أمر طباعة يتم إيقاف جميع عملية الطباعة مؤقتا ومن ثم استلام طلب المدير وعمل الطباعة بعد ذلك العودة إلى المستندات البقية واستمرار عملية الطباعة هذا على مستوى البرينتر كمستوى أنه هو دومين كونتولولر يعني تم اختصارها بـ DC يعني متحكم بالمجال اللي هو الشبكة اللي من النوع كلاينتينت سيرفر أنا بإمكاني مثلا أنشئ مستخدم مثل ما ذكرنا اسمه أحمد مثلا وأحدد له أنه يقدر يستخدم الجهاز واحد واثنين وثلاثة الآن أحمد أينما ذهب رح يقوم بإدخال اليوزر نيم والباسورد لأن جميع رح تكون مسجلة هنا مش محتاج أن يسجلها على هذه الأجهزة ورح أعملها مرة واحدة رح يدخل اليوزر نيم والباسورد على أي جهاز من هذه الثلاثة أجهزة رح يتم عملية المساطقة من خلال الدومين كونتولولر رح يتم فتح حسابه من على أي جهاز من هذه الأجهزة بالصلاحيات المحددة له كذلك أنا من خلال هذا السيرفر لو عندي إعداد معين تمام فأستطيع أن أنا أعمل هذا الإعداد مرة واحدة أنا مش مضطر أني أروح على كل جهاز أقوم بعمل هذا الإعداد فأنا رح أقوم بتطبيق الإعداد مرة واحدة وأجعل السيرفر يقوم بتطبيقه على جميع الأجهزة الموجودة في الدومين المجال بدفعة واحدة بدل ما أعمل الإعداد مثلا هنا ثلاث مرات لا رح أعمله مرة واحدة ورح يتم تنفيذه على الثلاثة الأجهزة الموجودة عندي دفعة واحدة كذلك لو كان هذا مثلا فايل سيرفر يعني خادم ملفات فعندها المستخدمين لما يعملون بالملفات الموجودة هنا في داخل السيرفر ويخزنونها هنا ويعدلون عليها وأيضا يضيفون الملفات في داخل السيرفر أنا كمهندس أو مسؤول شبكة واحدة من المهام اللي رح تكون موكلة ليه أن أنا أعمل باكب أن أنا أعمل نسخ احتياطية للملفات بحيث هذه الملفات لو مثلا مستخدم قام بحثها من غير قصد أو تم التعديل عليها وأراد النسخة الأصلية أو أنه والله مثلا الملفات الموجودة في هارد ديسك القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر القرص الصلب هذا حصل فيه مشكلة وانضرب فعندها أنا لابد يكون عندي رسقة احتياطية من هذه الملفات الخاصة بالعمل بحيث أقوم بعمل استعادة لها فأنا بدل ما أروح على كل جهاز وأقوم بنسخ الملفات فتخيل عندي مثلا ثلاثة أجهزة هنا مجرد مثال بسيط أنا عندي شبكات قد تحتوي على آلاف الأجهزة أو مئات الأجهزة فبالتالي أنا مضطرة أروح على كل جهاز عملية جدا صعبة لا أنا عندي فايل سيرفر جميع المستخدمين بيخزنوا ملفاتهم فيها عندهم مجلدات خاصة بكل مستخدم فبالتالي أنا من خلال السيرفر رح أقوم بعملية الباكب مرة واحدة وأنا قاعد على السيرفر وفي برامج تعمل هذا العهد تقوم بعملية الباكب تلقائيا حتى يعني ممكن أعطيها مثلا جدولة في يوم معين في ساعة معينة تقوم بعملية الباكب تلقائيا ومن خلال السيرفر كذلك لأن السيرفر هو المتحكم بجميع الأجهزة أنا عندي مثلا برامج مراقبة للشبكة ممكن أثبتها وأقوم بالاطلاع على جميع الأجهزة الموجودة يعني عندي في الشبكة وحركة البيانات الموجودة عندي في الشبكة وبالتالي أي مشكلة أمنية ممكن أكتشفها بسهولة وأقوم بالتصدي لها مما طبعا يزيد من طبعا المراقبة هنا رح تكون سهلة وواضحة فبالتالي هذا رح يرفع من مستوى الحماية للشبكة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مشت من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته